بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني متوسط في هذا الدرس طبعا درس لهذا اليوم هو صفحة 110 وكذلك عزيزي الطالب صفحة 111 ولو تلاحظ عزيزي انه بصفحة 110 عندي التمرين اي والتمرين الاول هذا يعتمد بصورة مباشرة على صفحة لو تلاحظ صفحة 75 عزيزي الطالب في كتابك الملون ليش لان بهذا التمرين راح يقلي اربط لي ذني المواضيع مع منه مع ذني البرغرافات وراح اربطهن هنا لو تلاحظ ABCD هذني الـ ABCD ذنيهن راح اربطهن مع 1 2 3 4 فمنشوف ارقام اقصد هنا البرغراف بالاضافة الى هذن الاسئلة جوابهن يعتمد عليمن على هذه القطعة عزيزي الطالب هس بعد ما فهمت انه هذا الكلام راح اجيبه منه راح ننتقل انياك على صفحة 110 ولو تلاحظ عزيزي الطالب تعتبر lesson 5 الدرس الخامس لليونت 7 للوحدة السابعة please من فضلك keep ابقي او حافظ the rivers الانهار كليل نظيفة فرجاء حافظ على الشنوى الانهار كليل نظيفة هذا عنواننا عزيزي الطالب راح نيجي لهنا read اقرأ the text اللي رابطكم بصفحة 5 وسبعين and match واربط لي the paragraphs المقطوعات الانشاية to the topics الى المواضيع او العناوين لاحظوا يا اي واحد راح اربطها مع الثالث والبي راح اربطها مع البرغراف الاول والسي راح اربطها مع البرغراف الرابع والدي راح يكون مع الثاني وان شاء الله اشرح لك يا نيناك وافصل لك يا هن عزيزي الطالب راح نروح عنياك على اليمن على التمرين الاول يقول read اقرأ the text التكست النص اللي قبل شوي روتك يا in your students book في كتاب الطالب كتابك الملون صفحة 75 and answer وجاوب the questions الاسئلة هذاني write اكتب short answers اجوبة قصيرة ولو تلاحظ يقول لك اكتب اجوبة قصيرة وشوف هنا ش تارك لك تارك لك هذا سطر كامل اونس جاوان اجوبة قصيرة على نجي الاول الوحدة how many great rivers are there in iraq كم كم عدد الانهار العظيمة فعلا عظيمة are there هنالك in iraq كم نهار عظيمة عددني اثنيا هنه ذني two اللي هنه الدجلة والفرات هذا باختصار شديد نجي المن نجي لالبي name سمي three negative effects ثلاثة سميلي اكتب لي ثلاثة مؤثرات سلبية of the river pollution يعني اللي من pollution معناها تلوث النار اكتب name سميلي three ثلاثة negative effects ثلاثة مؤثرات سلبية of river pollution اللي هي تلوث تلوث شنوه pollution تلوث النار لاحظ يا عزيزي الطالب it destroy wild life habitats لاحظ انها او انه اللي هو تلوث النار يدمر شي يدمر مساكن habitats معناها مساكن wild life الحياة البرية او حيوانات الحياة البرية هذا اول واحد من الثلاثة اثنين damages يدمر the rivers الانهار on damages ويدمر شنوه health الصحة لاحظ عزيزي الطالب اذن هذا واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة يدمر انه يدمر المساكن الحياة البرية وكذلك يدمر الانهار ويدمر الصحة بعد لو تلاحظ راح الروح علما للنقطة اللي بعدها اللي هي c يقلك name semi two things شيئين that can التي يمكن be done and تنجز and تعمل to clean لكي clean up لكي تنظف iraq's rivers انهار العراق شنو ذن الشغلتين اللي يخلن انهار العراق نظيفة ولو تلاحظ عزيزي الطالب الجواب ذن الشيئين اللي اول شي stop littering كلمة littering عزيزي الطالب انه stop نتوقف littering عن رمي القمامة يعني هاي فعالية littering معناها نرمي القمامة بعد اوكي نرميها باي مكان مفروض نرميها في الاماكن المخصصة واضح ما نرميها بالانهار هنا الشغلة الثانية اللي هي and force نجبر نجبر من هو the government الحكومة to stop لكي تتوقف sewage معناها شون sewage انه تتوقف مياه المجاري المياه الثقيلة and waste ومخلفات والمخلفات from factories من المصانع لاحظ عزيزي الطالب فهذا اللي الفعاليتين اللي لازم احنا نسويهم حتى تكون الانهار نظيفة بعد d اقلك نيم سميلي two activities فعاليات اثنين people الناس can enjoy يمكن ان يستمتعوا in clean river في rivers in clean في نظيفة rivers انهار نظيفة شنو ذن الفعاليتين اللي يستمتع بهن احنا في الانهار النظيفة سميلي طبعا البساطة لو تلاحظ هي fishing استياد السمك and swimming والسباحة نجي المن نجي لل اي اي ثلاث مباني create sewage اللي معناها مياه المجاري المياه الثقيلة and waste والنفايات in the rivers في الانهار هذن عزيز الطالب ثلاثة مباني ثلاثة بنايات هي اللي تخلق او تنش المياه المجاري والمخلفات بعد راح نروح عنيك على التمرين الثاني التمرين الثاني قول read اقرأ the school magazine اقرأ المجلة المدرسية article اللي هي المقالة اقرأ مقالة المجلة المدرسية do you think هل انت تعتقد it's a good idea انها فكرة جيدة اكيد مدام تنظيف تعتبر فكرة جيدة العنوان the riverbank وكلمة riverbank معناها ضفة النهر the riverbank اللي هي ضفة النهر needs تحتاج our help مساعدتنا يعني ضفة في الان ضفة نهر جاي bank تجي بمعنى ضفة river نهر ضفة نهر يقول the problem راح يحتي على المشكلة يقول as you know كما انتم تعرفون the river النهر runs runs معناها يصب اوكي يجري past عابرا مشتازا our school مدرستنا it looks انه يبدو من هو النهر river when in river high it انه looks يبدو beautiful جميل but when you عندما انت get close تتقرب يعني هو صح جميل لكن عندما انت تتقرب you can see انت يمكنك ان ترى lots of الكثير من rubbish اللي هي القمامة and the plastic والمواد اللي بلاستيكية البطالة المابطالة we want نحن نريد the birds الطيور and the fish والسمك to come back and يرجع يعني يعني يعود لنا يكثر يزداد and we want ونحن نريد to be able ان نكون قادرين to sit and نجلس by the river بالقرب من النهر but but لكن everything كل شي is too dirty كل شي dirty معناها وصخ too جدا وصخ the plan الخطة اللي نسويها يقول we want نحن نريد to organize and ننظم a group مجموعة of volunteers اللي volunteers معناها شنو متطوعين الفالنتير هذا اللي يطوع بالمجان مايدفع اوكي مايدفعول سوري فهنا volunteers متطوعين to bake up لكي نلتقط letter اللي هي القمامة the future المستقبل it's not enough انه ليس كافيا to bake up and نلتقط letter اللي هي القمامة on just one day في يوما واحد يعني بس يوم واحد وخلاص اوكي we need نحن نحتاج to do it and نفعلها regularly بشكل منتظم يعني بانتظام it's also انه كذلك important مهم to stop and نوقف people الناس throwing letter من رمي النفايات القمامة how can we keep كيف يمكننا كيف يمكننا كيف ان نحافظ the riverbank اللي هي ضفة النهر clean نظيفة وامنة وامنة لذلك ونحن on the wild life والحياة البرية can enjoy يمكن ان تستمتع the beautiful river اللي هو النهر الجميل come تعالوا on chair وشاركوا your ideas افكاركم on the brain واجلبوا افرين صديقا يعني جيبوا ياكم صديق الوقت وين متى اللي هو وين اللي هو الرابع من شهر ابريل الساعة 2.30 بي ام بالثنتين وثلاثين مساء يعني بالثنتين وثلاثين دقيقة بالثنتين ونص مساء وير المكان يعني وير اين سكول هول اللي هي قاعة المدرسة طبعا عزيز الطالب انا قرأت لك اياها بصورة سريعة يعني خاف ما لحقت علي ليش لانا اريدك بس تفهمها يعني هي مو كلش مهمة اما اذا تريد الترجمة عادي وقف المقطع وترجم على راحتك عزيزي الطالب راح نروح عنياك علي صفحة 11 بعد ما كمن صفحة 110 وراح نشوف انه التمرين الثالث والرابع يعتمد على هذه المقالة اللي قرأت لك قبل قليل والتمرين الثالث يقول answer the questions اجب علي من على الاسئلة والسؤال الاول why does the writer كاتب المقالة اللي قبل شوية قرأت لك اياها اللي تخص على انه الريفر بانك ضفاف الانهار تحتاج الى مساعدتنا فهنا يسأل يقول why does the writer لماذا الكاتب wants يريد to pick up letter لماذا الكاتب يريد ان يلتقط letter اللي معناها القمامة والجواب to enjoy the beautiful river لكي نستمتع بالنهر الجميل اوكي بعد اسباب اخرى he want the birds and the fish to come pack يريد الطيور والاسماك ان ترجع اوكي ويريد انه يجلس بالقرب من ضفة نهر او ضفة نهر جميلة ايضا بامكانك تكتبها بكيفك لكن انا كتبت هذا على مود اكسيرة نجي what the purpose of the meeting ما purpose الغرض ما الغرض من الاجتماع شنو الغرض من الاجتماع اللي راح يسوونه في شون نقول في هذه المقالة والجواب عزيز الطالب راح يكون to pick up لكي نلتقط letter اللي معناها شنو القمامة اوكي نجي لسي imagine تخيل the meeting الاجتماع to keep لكي نحافظ the riverbank اللي هي ضفاف او ضفة النهر clean نظيفة unsafe وامنة هذا بالنسبة للتمرين الثالث تمرين الرابع عزيز الطالب يقيل work with a partner اعمل مع شريكك زميلك make a list سوينا قائمة مجموعة of your ideas من افكاركم to keep the riverbank اللي هو ضفة النهر clean لكي نحافظ على ضفة النهر شنو clean نظيفة والجواب عزيزي الطالب طبعا الليست انا سويت اول واحدة clean the riverbank regularly ننظف ضفة النهر بانتظام بشكل منتظم clean ننظف the riverbank اللي هي ضفة النهر regularly بشكل منتظم اثنين الفكرة الثانية make signs نسوي نجعل نصنع علامات شمكتوب بها don't drop letter يعني لا ترمي القمامة نسوي علاماتنا لا تشمر بعد لا ترمي القمامة بعد شنسوي put letter pins نضع سلات القمامة سلات المهملات near the riverbank بالقرب من ضفاف النار وبالتالي راح نحد من القمامة اللي شمروها وين بالنار هذا الفكرة والافكار البقية اللي فوق وكلها تعتمد وتختلف من جواب الى اخر ومن استاذ الى اخر بالاضافة الى التمرين الخامس كذلك لاحظ يقول لك بالله جو جوا أسفل جوا يقول أسفل هناك بعض الأشياء اللي هم زملائك بالمدرسة قالوا في الاجتماع قل إذا انت موافق أو ما موافق وقل لماذا يعني اذا قلت اغري قل لنا ليش اذا قلت ايضا قل ليش ميك نوت سوينا ملاحظات طبعا لو تلاحظ النقطة يقول نحن نحتاج أن نحصل على إذن يعني رخصة يسمحونا نظف يعني حتى مو بكيف ليش لأنه غير مسموح بيها وضحات الفكرة يعني غير مسموح بيها من أنه كأفراد من العامة من الناس العامة نروح فالنانا لازم ناخد ناخد فالجواب هناش راح أقول راح أقول أنا أوافق فالسبب ربما it's not allowed ليس من شوف not معناها ليس إنه ليس مسموح allowed to be there أن نكون هنالك هذا بالنسبة إلي أنا رأي إذا عزيز الطالب إذا عد غير رأي اكتبه فلعجبك اكتب نجي للثاني أنا راح أقرأ وترجم وأحل لكن الحل مختلف الحل شنو مختلف من أستاذ إلى آخر باختصار شديد من عقل إلى آخر لحظ دعنا نأخذ صور لذلك نحن يمكننا نقارن قبل العمل قبل التنظيف وبعد التنظيف فهنا فكرة جميلة لو تلاحظ عزيز الطالب لكي نبين الفرق كيفك عندك غير رأي تتقول لا احنا ما نصور اللي عجبك كتبه نيجي نيجي للسي ما الفائدة ما الفكرة ما الفائدة إنها سوف تكون أو إنه سوف يكون ضفة النهر مرة أخرى نيكست ويك الأسبوع الماضي الأسبوع القادم سوري نيكست ويك معنا يعني إحنا راح ننظف والأسبوع الجاي هم ترجع شنو الفكرة شنو الغرض ما الفائدة فهنا أنا راح أقول راح لا أوافقك نحن يجب أن نفعله شنو التنظيف لأنه لأنه شنو ضفة نهرنا يعني حرصا على ضفة نهرنا أقول كيف إذا تقول صدق شن الفائدة اكتب أنا أوافق وطينا السبب نجي الملدي المشكلة ليست القمامة المشكلة هي المصنع الكيميائي بالقرب يعني مو القمامة والمخلفات اللي نرميها المشكلة إنه مصنع الكيميائي اللي هو بالقرب من طبعا احنا بالنسبة إنه ما يمنى لا مصنع ولا هاي أنا ده أشوف الناس هي اللي ترمي أما إذا فعلا مصنع يمكن أي مكان قول أنا أوافق أما بالنسبة لي أنا لا رح أقول أنا لأ لأن لأن ليس هنالك مصنع للكيميائيات للكيميائيات بالقرب فأنت شوف لو تلاحظ كل واحد كيف نيجي للإ نحن نحتاج القفازات الكفوف و ماسك القناع وقناع ماسك قناع اللي هي كمامة نيجي المن رح أقول أنا أوافق لكي نحمي أنفسنا نيجي للأ نحن نحن يمكننا make some signs يمكننا أن نصنع بعض العلامات that say التي تقول don't drop letter لا ترمي القمامة وهنا أيضا I agree it's good idea أنها فكرة جيدة هذا عزيز الطالب بالنسبة إلى شرح وتفصيل صفحة 110 111 عزيز الطالب هذا التمرين كل واحد بكيفه وهذا التمرين جوابه مختلف وهذا التمرين جوابه مختلف التمرين التمرين الثابتة اللي لازم يعني إذا صار بها تغيير معناها خطأ الحل هذا التمرين إذا صار بي خطأ الحل يعني إذا اختلف إذا واحد هنا والثلاث هنا رح يصير خطأ هذا التمرين أيضا إذا اختلت الفكرة مثلا بالعراق يقول لك كم عدد الأنهر إذا بيقول لها ثلاثة أكيد خطأ هنا اثنين واضح فهنانا حاسبنا أما هنا لعق الواحد بكيفه ولحد هنا قد انتهى درسي انتظروني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا